بص بقى يا دكتور سامح أنا هقولك إحنا بنعمل إيه كستات؟ طبعا إحنا كستات أنا أول ما راجل بيدخل حياتي أنا ممكن أبيع صحابي أبيع أهلي مش بيع اللي هو وحش يعني لكن أبعد بقى أنا مركزة في الراجل في حياتي ده ومركزة في قصة الحب الحلوة دي لو صحابي يكلموني مخرجش أبعد خالص وبقى مركزة كل التركيز في شريك حياتي حتى لو أهلي وممتي لا ممكن كل فين وفين عبر ما بروح لو شغلي لا أهدي شغلي على قد شغلي بالضبط وابقى جاري عشان أكلمه ونحب بعضه وحشتيني وحشتيني والكلام الحلو ده كل أبيع الدنيا كلها كست لو أنا بحب ليه الرجالة مزيينة؟ لا 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 الرجالة ما فهمش الحتة دي خالص ليه؟ يعني يا ست فعلا ممكن تضحي بكل حاجة كل حاجة اللي هي التضحية ودي معروفة التضحية في ستة طبعا جميلة والأم والست بقى بكل مراحل عمرها لكن الراجل ما عندهش الحتة دي خالص دايما الراجل بيفكر عارفة فكرة اللي هي البوكس دي فهو عنده هنا واحدة بيحبها خطبته مراته أيا كانت مرتبطين الناحية التانية عنده صحابه ده بوكس تاني خالص ما حانش يقرب منه إحنا الرجالة بنفكر كده البوكس ده ملوش دعوة يعني ده بتاع القهوة بالليل وبلاي ستيشن والقعدة ده موضوع تاني بلاي ستيشن دي خرابت بيوت كتير قوي لو أنت سايبني عشان تنزل تلعب بلاي ستيشن مع صحابك قدل صحابي انت بتغيري من صحابي ولا ايه زي بالضبط كده عارفة اللي هو كده زي عنده برضو بوكس تاني بتاع الشغل يعني كلمي أي راجل مثلا أنه هو بيعدل حاجتين مع بعض دعوة اللي هو بيعدل حاجتين مع صحابي